رويدا رويدا تتواصل محاولات إعادة الحياة إلى طبيعتها في أحياء الموصل الغربية ينفض الناس هنا غبار الحرب عن أنفسهم ومنازلهم الكل يبذل جهده لإعادة تأهيل ما دمرته المعارك في هذا المحل الصغير شباب تطوع لمساعدة جارهم في تأهيل مضعمه وغير بعيد عن هذا المكان الذي يقع في قلب الموصل من جهتها الغربية عمال البلدية يرفعون أنقاض الحرب عن أزقة الأحياء القديمة الأهم بالنسبة للأهالي هو البدء بتوصيل عصبي الحياة في المدينة الماء والكهرباء نحن على مدهاي المنطقة العالم جاي ترجع بس لا خدمات لا ماء لا كهرباء أريد شوي يفتحون هذه الأفرع لنقاضي شيلوها وأهمشي الكهرباء والماء يعني الكهرباء لم يرى 14 من عنده 14 السيد فهو 14 شوي يجبون لهم نفط ويساعدون له للمولدات ويشغلون ويعاني سكان الموصل أيضا من نقص في السيولة المالية إذ لم تصرف الحكومة المحلية مرتبات موظفيها منذ أشهر وهذا يمنعهم من مزاورة حياتهم وإعالة عائلاتهم جهود رسمية وأخرى ثردية تصل الليلة بالنهار في محاولة لعادة أبسط الخدمات الحياتية للجهة اليمنى لمدينة الموصل الأولوية بحسب مطالب الأهالي والسكان المتضررين هنا توفير الماء الصالح لشرب والكهرباء بأسرع وقت ممكن شفيق عبدالجبار التلفزيون العربية من الجهة اليمنى لمدينة الموصل